اذا السلام عليكم الاخوة الاخوات مرحبا بكم معنا مجديد في قناتكم اجو السفدو قناة المعلومة البناء دائما في اطار نشر المعلومة ومساعدة الاخرين نسأل الله السلام ولا فيه ومغفر الدونب شهر الرحمن الرحيم اه كان غياب وما فقناش نديرو فيديو يوميا نظرا يعني للدورف سواء يعني العمل او الظروفة الصحية اه كان اعتدروا كنديرو لكم فيديو كل يومين كل ثلاثة يام ولكن كنجيبو لكم معلومات مهمة ان شاء الله رحمة الرحيم اه ايضا كنجاوبو الناس الاستشارات القانونية المجانية را شايفين الناس المجهود الجبار اللي كنديرو معهم الله العظيم الى كنجاوبو ازيد معشرين تل تل تلاتين واحد يوميا في سبيل الله الناس اللي كتصوني في تليفون الله يهديها كياخدوا النمرة ديال كنقول لهم واتساب ميساج كنكون نخدام مع الكليان كيصوني وكي تحبهم انا مبغيتش نجاوبهم ولا كرا ما يمكنش ما يمكنش تجاوب الناس وانتا خدام معنا صخرين اللي واجدين واحد بغير يسهول كي يقول لك واش غادي يفتحوا المواعي لانا كين بعض الاسئلة اللي خاطرة ما تقدرش تجاوب عليها واش غادي يفتحوا المواعي دارة سؤال توحد ما يقدر يعرفه القونسو اللي يبدأتم ما يقدرش يعرفوا لان هذا الشي متعلق بكورونا مهم ما علينا الجديد اه اليوم احنا دبا في جروبة تأشيرة بيني ديك ديال الصديق ديالنا دريس سوسي لاظمين ديالها واللي كنشكروهم من هنا من هذه المعلومات الجبارة اللي كيعطينا اه صراحة البارح تلقيت مع هاد المعلومة وليوم عدرتها شوية روطار ولكن اللي تعمل الفائدة وليك ننوه يعني بجروب تأشيرة بيني ديك يعني اذا الجروب يعني ماشي ديالي ولكن ديال الزامل ديالنا دريس سوسي يعني الجروب ديالي هو اللي كتعرفوه كاملين هو فيزا شنك الاستشارة قانونية ومجانية غادي نوري لكم راه في هاد سورة ديال اه بو اه كما كتشوفوا معنا هنا يا اه يعني جل جديد جل جديد وجات البشرة يعني الناس المنطقة الشرقية اه وان شاء الله الرحمن الرحيم يا رب ان شاء الله الرحمن الرحيم تم العملية في جميع القنسوليات اللي اه اللي في المملكة يعني جهة دار البيضاء وجهة اقادير وجهة طنجة كما كتشوفوا معنا اعلنت القنسولية الناظر صباح اليوم ان مواعي التجمع العائلي يعني فاتشيف اسبنيول كنا دروع لا اسبانيا والعمل سيتم محجزة عن طريق الحضور بالقنسولية مع جو السفر وفق التقسيم الاتي والاخوان والحاضر يعلم الغيب الله يرحم لكم الوالدين ارى الخير اللي غادي تدوي معادي الناس كتر الفلوس ديال هاد الشي اللي غادي نخدموه في حنا يا رمى الله يرحم الوالدين لا يعرف شي واحد بالمنطقة الشرقية بدل المدون يسافت له هاد الفيديو الله يرحم لكم الوالدين يقول له هز باسبورك وهز القبول ديالك والجريل القنسولية نادور دري وش الحسيمة والنواحي ديالهم ستاش اكتوبر سبت ستاش الاكتوبر وجده بركان توريت نواحي ديالهم تلاتة وعشرين اكتوبر سبت تلاتة وعشرين اكتوبر جرادة قرسي في جيك تلاتين اكتوبر الله يرحم الوالدين الحاضر يعلم الغيب فرصة لا تعود فرصة لا تعود النصرة سينين سينين وسينين سينين وسينين وهي كالتنا باش تمشي الدفاع انا ملقين لهم شو المواعيد الناس را اشتون لكم لا الى الله محمد رسول الله را حسين بكم انتو ما نومناشن ناشيونال فيزا النومناشيونالي كونديدا فيندغا personalement انتو ما مسترن عليها فيندغا personalement يعني اجير راسك بش شددكش يعني ما غادش ديروكا لا ولا تصفتش واحد ولا اجير راسك في القنسولية اسبان نادور باسبور ديالك لوريجينال غاد جي ولا عندك الوليدات غادي تجيب ودجيب معك الباسبورات ديالهم هاتش اللي بغا يقصد لك هنأي يعني يقال لك بقول رجوب مو فاميلي انا سيل برسان ببنير ما دوا اپورت لباسبورت دي رس ديالك شاك برسان اي 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 ادات بينسور لانا المواعيد ديال التجموع العائلة كما كتعرفوا ما عندوش موعد عائلي يعني موعد فامي يعني بحل فيزا توريست يعطيك رنديفو فامي تقدر تدير أدو برسون تخوى كاتر سنك برسون بالصح المواعيد ديال تجمع العائلي ما فيهمش فامي فيها كل واحد غير يشد راسه يعني أي واحد كتر مست سنين غير يشد مواعيد أي واحد كتر مست سنين غير يشد مواعيد يعني يقدر واحد يشد مواعيد هاد النهار واحد يشد مواعيد ترسي من الجهية هذا أول مشكلة اللي كنا لقوا حنا معه يعني الزبناء ديالنا يعني ما كيتشدش دكشي يعني فنهار واحد وطال قوبول ما كيخرج كيخرج كل قوبول وكل واحد والقوبول ديالنا هاد يلي المعلومة باش تعرفوا أن المواعيد ديال تجمع العائلي والفيزا الوطنية تختلف على المواعيد الفيزا السياحية bon la résolution يعني السبديلégation وانتالي إني كمو انكاد فيزا فاميليال يدو فيزا ديالتخافي يعني الناس سبيسيالمن يعني الناس اللي عندها المواعيد تجمع العائلي ومواعيد العمل الدراسة ما عارف شاش مدخلاش وكان ضمن أن الدراسة دست دست لوقيتة ديالها دابا اوني دابا في يعني في المواد 10 ما بقى واللوفمبر يعني الانسكريبسيون ساله يعني مهم هذا الشيلي مكتوب هنا ويمكن لكم تمشيه القوصلية وتزيدوا تسبسروا هنا يجب ان يكون إكسكليزيزيزمون دون سيد دو دي بروفنس يعني هذه العمالات يعني يقول لك إكسكليزيزيزمون يعني ماشي ماشي موالين بركان غادي يشوف لدستة اكتوبر هذا الشيلي كي يقولون يعني يعني اعطاوكم كل كل مدن وعطاوها يعني اعطاوها لدد ديالها غادي نعود وننظر دريوش الحسيمة دستة اكتوبر سبعتاش اكتوبر الوجد بركان توريرت نوحي ديالهم بينسور يعني القراب 24 اكتوبر جراد قرسيف في قيق 31 اكتوبر وننوحي ديالهم القراب يعني اعطاوكم بعد المدن ما ذكرناها ولكن راكوا عارفين اللي تابع القرسيف را تابع القرسيف دبا اشوف انت العمالة اللي تابع لها بحال السعيدية تابع البركان غادي غادي تفشي 24 اكتوبر يعني اسئلة اللي غادي يكونوا بزاف غالبا في اللي تابع لها ديالهم عارف شل دات لا شوف العمالة اللي تابع لها انت اتنسيون با امبور اللي يورا دي راندي فور تول من انتو ما شوفوا الاخوان اه للموا نوفمبر ديسمبر يعني 2020 يعني المواعيد قال لك موجودة الله يرحم الوالدين الحاضر يعلم الغايب والاخوان الحاضر يعلم الغايب كين المواعيد لمنطقة الشرقية في انتظار شاء الله الرحمن الرحيم يعني فتح المواعيد يعني في الغرب والجنوب والشرق وفتحوا فيه والشمال ايضا لتعوم الفائدة وليتعوم الفرحة لجميع الاحباب ومن هنا كنقولكم مرحبا بكم عند اجو استفدو يعني لخدمات يعني لاخذ المواعيد سواء يعني التجمع العائلة دبا ما بقيتش كاتتخادم عند يعني الازاجونس يعني ولا كاتتخادم القنصولية بالنسبة غاضي نهضر لكم على موازيع مواعيد عفوا فيزا سياحية هذا كالشطر التاني من هذا الفيديو بالنسبة لطلبات الملف يعني والناس اللي ما كاتعرف تجمع الملف وبغى تاندورسي الملف وبغى تعمر الملف بدلائل ووتائق يعني للرفع من الحضود يعني تجنب الرفض بالرغم أنه تجمع عائلة ركي يكون فيها رفض سكم تعرفوا هاد الشي فيزا عمل يكون فيها رفض اللي بغيت نفهم كما الاخوان عندكم قبول سواء في تجمع عائلة أو عندكم قبول أو كونترا ديال عمل أو عندكم قبول ديال الدراسة هذا لا يعني أنكم ضمن سيستام اندبند ويحصل على القنصل مع الاتحاد الأوروبي لأن السلطة التقديرية للقنصل هي التي تحكم ويوجد دوسي صليد ويكون بيان أورغانيزي تبقى سلطة تقديرية للقنصل لا يلعب بالنار إذا كان يتواصل معنا سواء أنفس بله سواء نخدم له الملف يعني لأن بزاف كيقول وعطون الرافض كيكون جمع الملف غير راسو وزقل بزاف ديال الوثائق لأن الوثائق كيتبدلوا يعني يعني سيستيما تيكو ما كيبقوش كما هوما وكيزيدوا شي حوايج وعلى حسب كل بروفينس وعلى حسب كل عمالة بون هذا موضوعنا يعني في الشطر الأول اللي هدرنا عليه ديال المواعيد ديال التجمع العائلة والعمل والدراسة إلى غير دالي يمكن لي يعني نديلكم فيديو أخر وحقاش لأن طولت فيديو بزاف كان احتضر بزاف ولكن خسكم تعرفوا واحد المعلومة غدي نقول لها لكم على فيزا السياحة خصوصا في المواعيد ديال أول طلب داز حال مواحد وراء المتابعين ديال عارفين هم كون الشركة الرياضية اللي خدم معايا ولي داي را بارتونير معايا بلا ما نقول الاسم ديال لها نقدر ندير عليها فيديو وندير لها الإشهار لها الخاص لأن لها كل شكر لأن متابعة ديال وزبونا ديال وتلعب ديال هم مشوا ونشاء الله رحمة رحمة غادي يمشي وراء غادي يدفع الفيزا ديال هم وراء غادي خرج لهم وراء هم داز وراء هم يدفع وراء هم كيين بزاف ولكن لكي تعرف أن غير هاد الشيء الناس كدفع وخا عندك انت هيا عمر ما اخذتي الفيزا كيش دوم وعيد في الريبات وكيمش ودفع والريبات هذا كان يعني به مشي غير الريبات الداخلة العيون ورزازات قونيت يعني 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 الريبات رأني درت لكم فيديو عليهم ونقدر سمحولي نجبد لكم معه تاني باش تأكد لكم المدن رأي يمكن لكم الدفع و تأخذ الفيزا يعني باش ما نكتب عليكم رأيت الشيكين واللي قال لكم ما كينش الله شاهد عليها رأي المتابعين ديالي رأي نشكر رسوم اللي يدفع عندي ولي خذت لهم ووعد ولي يدفع ما عندي لش نكتب عليكم وما عندي لش نضر بيضاء بيضاء كحلا كحلا بون هذا هو ملمود العودة منكم قدرت في فيديو قبل هذا هو ملمود اللي يقدروا يدفعوا الفيزا السياحية مدينة الريبات رباط سلا بولمان فاس إفرن خميسة خنيفرا مكناس قنيترا تونت تازة مارا سقل 4 سيدي قاسم صفر ومش رابق سيدي سليمان سخيرة العيون داخل أزرو تيفل والماس الحاجب بوش دور ميدلت وشو نقولكم والله الموعين تقسيم أنا ماشي أنا ديره دارته البيهلاس أو القدس الإسبانية اللي تابع على هذ المدن يمكن اللي يدفع وأنا نتحمل جامع المسؤولية وأن الناس كتدفع دابة وكتأخذ الفيزا وكي يخذوا وخا تاني طالب كيمشوا يدفعوا وكيدفعوا الدوسي ديالهم بأول طالب هاد الشي اللي كين دابة حاليا وإلا كان شي متابعين ديال اللي يدفعوا يدخلوا وعطونا التعاليق ديالهم باش الناس تعرف بأن هذا شرح حقيقة ماشي نكذب عليهم من هنا كن شكركم بزاف بزاف على المتابعة ما تنسون بالدعم والبرتاج اشتركوا معنا في القناة نعطيكم نعطيكم هذا هو البروب البروب ديالي هذا هذا فيزا والهجرة تبادل الاستشارات القانونية المجانية المتواضع اللي كانت تبادلوا فيه جميع النصائح المجانية وهذا يعني مرحبا بكم فيه ركين في صندوق الوصف اللي بغيت ابونا عندنا إلى فيديو قادم ان شاء الله عانكم الله ورحمكم وأن يرفع عن الله هذا البلاء إلى فيديو قادم ان شاء الله مع السلامة